اهلاً وسهلاً بيكم بنقدم لكم مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم أخذنا في الدروس اللي فاتت الوحدة الأولى كانت بتتكلم عن الأعداد الكبيرة أخذنا أول درس فيها درس مئات الألوف الدرس اللي بعده أخذنا مجموعة الملايين أخذنا مجموعة الملايين اللي بتتكون من الملايين عشرات الملايين مئات الملايين بعد كده أخذنا مجموعة المليارات وخلصنا كل الأرقام الكبيرة بعد كده أخذنا العمليات على الأرقام الكبيرة أخذنا جمع الأعداد الكبيرة واخذنا طرح الأعداد الكبيرة واخذنا الإسمة الإسمة على رقم والإسمة على رقمين وأخذنا الضرب على رقم والضرب على رقمين النهاردة بإذن الله هنبدأ في الوحدة التانية الوحدة التانية بتتكلم عن الهندسة أول درس في الوحدة التانية هنتكلم عنه العلاقة بين المستقيمين وبعد الإنشاءات الهندسية طيب تعالوا نرجع كده لسنة ثالثة كنا مناخد يعني إيه خط مستقيم الخط المستقيم عبارة عن خط ليس له بداية وليس له نهاية يعني ممتد ليس له بداية وليس له نهاية الخط المستقيم ممتد طيب السنة دي هناخد ايه هناخد العلاقة بين مستقيمين لو عندي مستقيمين اول علاقة بين المستقيمين لو ما بيجي بالشكل ده زي علامة الفي المستقيمين هنا مستقيمين متقاطعين يعني ايه متقاطعين متقاطعين يعني بيشتركوا في نقطة واحدة تقطعوا هنا في نقطة واحدة طيب نتج ايه عن التقاطع ده نتج عنه اربع زوايا قائمة زاوية هنا فوق وزاوية هنا وزاوية هنا وزاوية هنا يبقى أول شكل في علاقة المستقيمين المستقيمين المتقاطعين طيب تاني شكل هو إيه الشكل ده المستقيمين برضو متقاطعين بس هنا نتج عن التقاطع أربع زوايا قائمة يبقى الفرق بين أول شكل اللي هو شكل علامة الفيه هنا نتج عنهم أربع زوايا طيب هنا نتج عنهم أربع زوايا قائمة طيب احنا كنا بناخد قياس الزوايا القائمة قياسها كام؟ تمام تسعين درجة يبقى هنا لما ينتج عني أربع زوايا قائمة بسمي الشكل ده المستقيمين المتعمدين يعني المستقيمين المتعمدين يعني بينتج عنهم أربع زوايا قائمة قياس كل زوايا تسعين درجة طيب الشكل الثاني للمستقيمين الشكل ده شكل علامة اليساوي المستقيمين دول مهما امتدوا عمرهم ما هيتقابلوا في أي نقطة عشان كده بسمي المستقيمين دول مستقيمين متوازيين يعني ايه مستقيمين متوازيين يعني عمرهم ما هيتقابلوا في أي نقطة مهما امتدوا يعني انا لو الخط المستقيم ده اتمد بالشكل من هذا الشكل ده أو تمد من ناحية دي عمرهم ما يتقابلوا في أي نقطة يبقى ثلاث علاقات للمستقيمين أول حاجة المستقيمين المتقاطعين المستقيمين المتعامدين المستقيمين المتوازية تعالوا نشوف اللي أنا قلت دلوقتي أول حاجة المستقيمين المتقاطعين عند المستقيم ألف باء والمستقيم جيم دال المستقيمين تقابلوا في نقطة واحدة النقطة دي اسمها نقطة ميم يبقى المستقيمين المتقاطعين تقاطعوا في نقطة واحدة فقط نقطة تقاطعهما النقطة ميم نتج إيه عن التقاطع ده؟ نتج عنه أربع زوايا أول زاوية عندي الزاوية ألف إحنا متعودين إحنا بنقرأ الزاوية من بداية الخط ألف ميم دال أول زاوية عندي ألف ميم دال الزاوية رقم اثنين الزاوية دال ميم باء الزاوية رقم أربعة الزاوية باء ميم جيم الزاوية الرابعة جيم ميم ألف يبقى المستقيمين المتقاطعين نتج عنهم أربع زوايا وخلي بالك الدرس ده بيجي في أسئلة أكمل كتير جدا يبقى لما يقولي أكمل المستقيمين المتقاطعين نتج عنهم نقطة زوايا تمام نتج عنهم أربع زوايا المستقيمين المتقاطعين تقاطعوا في نقطة واحدة ثاني شكل عندي المستقيمين المتعمدين المستقيمين المتعمدين نفس المستقيمين المتقاطعين بس أنا مش بسميهم متقاطعين ليه ليه بسميهم متعمدين لأنهم نتج عنهم أربع زوايا قائمة يبقى الفرق بين المستقيمين المتقاطعين اللي هو بالشكل ده والمستقيمين المتعمدين إن المستقيمين المتعمدين نتج عنهم أربع زوايا قائمة عندي المستقيم هنا المستقيمين هنا نتج عنهم أربع زوايا قائمة كل زوايا تسعين درجة المستقيم ألف باء عمودي على المستقيم جيم ديل أول ما سمع كلمة عمودي أعرف على طول يعني إيه عمودي؟ يعني المستقيم ده تقاطع مع المستقيم الآخر والنتج عنهم زوايا أربع زوايا قائمة يبقى معنا كلمة عمودي نتج زوايا قائمة عندي المستقيم ألف باء والمستقيم جيم ديل تقاطعوا في النقطة ميم يبقى المستقيمين المتعمدين بيتقاطعوا في نقطة واحدة عندي المستقيمين ألف باء والمستقيم جيم ديل تقاطعوا في نقطة ميم نتج عنهم أربع زوايا قائمة قياس كل زاوية تسعين درجة الشكل اللي جايلي ده اللي هو شكل حرف تي المقلوب ده معنى المتعمد أو المستقيمين متعمدين وقلنا متعمدان يعني نتج عنهم زوايا قائمة يبقى الشكل ده اللي هو شكل تي المقلوب ده شكل التعمد شكل إيه؟ شكل التعمد أول زاوية عندي ألف ميم دال ألف ميم دال قياسها تسعين درجة وقياس الزاوية دال ميم با قياسها تسعين درجة وقياس الزاوية با ميم جيم بتساوي تسعين درجة وقياس الزاوية جيم ميم ألف بتساوي تسعين درجة يبقى معنا كده أن ألف با الخط المستقيم ألف با عمودي على المستقيم جيم ميم وعلامة الشكل العمودي علامة العمودي بتبقى شكل حرف تي المقلوب التالت شكل اللي هو الشكل ده اسمه إيه؟ المستقيمين المتوازيين المستقيمين المتوازيين لا ينتج عنهم أي نقطة تقاطع عند المستقيم ألف با يعيما بيجيلي بالشكل ده زي شكل اللي ساوي أو بيبقى ميل شوية عند المستقيم ألف با والمستقيم جيم ديل لا يتقاطعون مهما امتدوا مهما المستقيم يمتد من أي ناحية لا يتقاطع مع المستقيم الآخر بالتالي إن ألف با بيوازي جيم ديل يبقى معنى إن عندي مستقيم لا يتقاطعين معناه إن المستقيمين متوازيين يعني لا يتقاطعين طيب رمز علامة التوازي بيبقى بالشكل ده خطين خطين قدام بعض بس بشكل إيه؟ مائل شوية يبقى أنا عايزة أقول ألف با يوازي جيم ديل هشيل كلمة يوازي وهكتب علامة التوازي أو رمز التوازي ألف با يوازي بالشكل ده يوازي جيم ديل وجيم ديل نفس الكلام يوازي المستقيم ألف با معنى إن ألف با بيوازي جيم ديل يعني المستقيمين المتوازيين لا توجد بينهما أي نقطة مشتركة أو حتى في الامتداد تعالي نشوف أسئلة أكمل وأسئلة أكمل دي مهمة جداً وبتيجي في كل الامتحانات أول سؤال يلا نحل مع بعض أول سؤال بيقول لي المستقيمين المتعمدين ونركز جداً أول ما يقول لي المستقيمين المتعمدين يجي في دماغي أني شكل تمام اللي هو الشكل ده اللي هو بيعملي أربع زوايا قائمة يبقى بيقول لي المستقيمين المتعمدين يحصرهم بينهما نقطة زوايا عدد الزوايا برافو أربع زوايا وقياس كل زاوية هم أربع زاوية قائمة يبقى قياس كل زاوية كام؟ 90 درجة يبقى المستقيمين المتعامدين يحصرون بينهما أربع زاوية أربع زاوية قائمة وقياس كل زاوية 90 درجة سؤال رقم 2 عدد نقاط التقاطع بين مستقيمين متعامدين يساوي مستقيمين متعامدين أو مستقيمين متقاطعين أهو عدد نقاط التقاطع كم نقطة؟ نقطة واحدة السؤال رقم 3 عدد نقاط التقاطع بين مستقيمين متوازيين مستقيمين متوازيين هو المستقيمين المتوازيين بتقطعه لا توجد نقاط تقاطع بين المستقيمين المتوازيين مهما امتد من أي جهة رقم 5 إذا كان قياس الزاوية بين المستقيمين لا يساوي 90 يبقى ما عندي زاوية قائمة لا يساوي 90 فإن المستقيمين يكونان نقطة تمام؟ طالما ما قاليش أن هما يساوي 90 يبقى المستقيمين متقاطعين وغير متعامدين المستقيمين المتعامدين قياس الزاوية 90 درجة هو قال لي لا يساوي 90 درجة يبقى المستقيمين يكونان متقاطعين وغير متعامدين السؤال رقم 6 إذا كان قياس الزاوية بين المستقيمين ده عكس السؤال اللي فات إذا كان قياس الزاوية بين المستقيمين يساوي 90 درجة فإن المستقيمين يكونان ده عكس اللي فات طالما قال لي 90 درجة يبقى المستقيمين إيه؟ تماما المستقيمين متعامدين متعامدين وإيه؟ ومتقاطعين يبقى نركز المستقيمين المتقاطعين غير متعامدين طيب المستقيمين المتعامدين في نفس الوقت متقاطعين نركز بين الاتنين عشان ما نطلق باش طيب تعالي نشوف السؤال اللي بعده جايب لي أشكال علاقة بين المستقيمين وبيقول لي اكتب العلاقة بين كل المستقيمين مما يلي أول شكل عندي اللي هو شكل علامة يساوي أو شكل شريط القطر شريط القطر مهما امتد عمر شريط القطر ما بيتقاطع يبقى اول شكل ده هنا المستقيمين ايه يلا فكر معايا تمام المستقيمين متوازيين الشكل اللي بعد كده المستقيمين هنا متقاطعين لانهما تقطعوا في نقطة واحدة اللي هي في النص بس انتج عنهم اربع زوايا قائمة انا شايف دلوقتي ان انا عندي اربع زوايا قائمة يبقى العلاقة بين المستقيمين دول اسمها علاقة ايه تمام متعامدين يعني ايه متعامدين يعني كل مستقيم يقطع الاخر وينتج عنهم اربع زوايا قائمة انا بعيد عليك تاني عشان تركز يبقى اول شكل عندي المستقيمين متوازيين الشكل التاني المستقيمين متعامدين نجل لشكل اللي بعد كده اول شكل عندي اللي هي شبه علامة الفي هنا المستقيمين متقاطعين المستقيمين متقاطعين وأنتج عنهم أربع زوايا ليست زوايا قائمة الشكل اللي بعده أنا عندي مستقيم تحت ومستقيم فوق إحنا قلنا أن الخط المستقيم ليس له بداية وليس له نهاية يعني الخط المستقيم اللي فوق ده ممتد يعني إيه ممتد يعني هيمشي كده بالشكل ده طيب لما يمشي بالشكل ده هيعمل إيه في الخط المستقيم اللي تحت هل تقاطع معاه طيب نتيجة التقاطع ده هل هو تقاطع بالشكل ده أو تقاطع بالشكل ده لا ده تتقاطع أفقي معنى أنه تتقاطع بالشكل ده يعني هينتج عنهم هيبقى عمودي على المستقيم اللي تحت يعني هينتج عنهم أربع زوايا قائمة يبقى معنى كده لما أمتد سمعيه كده للألم المستقيم اللي نازل ده لما أمده كده لاحظت إيه؟ لاحظت أنه هو هيتقاطع مع المستقيم اللي تحت طيب هيتقاطع بشكل أفقي أو عمودي يعني هينتج إيه عنهم أربع زوايا قائمة يبقى العلاقة بين المستقيمين هنا المستقيمين اللي فوق عمودي هيبقى عمودي على المستقيم اللي تحت يبقى المستقيمين متعامدين يبقى أنا عملت إيه دلوقتي عملت امتداد المستقيم اللي فوق عشان أشوف هيتقاطع مع المستقيم اللي تحت ولا لا طالع أنه هو تقاطع يعني هيعمل عمود معي يعني هينتج عنه زوايا قائمة يبقى المستقيمين دول متعامدين حتى لو ما جاليش المستقيمين متعامدين بالشكل اللي احنا واخدين عنه لأن احنا قلنا أنهم ممكن يتعامدوا في الإمتداد وأن الخط المستقيم ليس له بداية وليس له نهاية الشكل اللي بعد كده نركز كويس جدا في الشكل ده تعالوا مع بعض نعمل إمتداد للخطين المستقيمين أول خط مستقيم عندي أنا هعمله إمتداد والخط المستقيم اللي تحت أنا هعمله إمتداد ملاحظ إيه؟ ملاحظ إن الخطين تقاطعوا في الإمتداد أو برى الخط تقاطعوا في الإمتداد تقاطعوا في النقطة دي اللي برى هعمله بشكل X تقاطعوا في النقطة دي معنى كده إن المستقيمين متقاطعين وليس نتج عنهم زوايا قائمة يبقى المستقيمين هنا متقاطعين يبقى كل اللي أنا عملته إن أنا عملت امتداد الخطين ولحظت إن هم تقاطعوا في الإمتداد الشكل بعد كده شكل إيه؟ أنا هسيبك تجاوز تمام المستقيمين متوازيين معنى متوازيين إن مهما الخط ده امتد هنا أو بالشكل ده والخط ده امتد بالشكل ده أو بالشكل ده مش هينتج عنهم أي نقطة تقاطع يبقى الخطان متوازيين تعالوا نشوف مع بعض السؤال اللي بعده والسؤال ده مهم جدا جدا كل اللي عليك إن أنت هتحضر الألم بتاعك وتعالوا نشوف هنحل السؤال ده إزاي السؤال فيه الشكل المقابل وجايب لي رمزين أو الرمز ده رمز التوازي يعني رمز التوازي يعني المستقيمين لا يتقاطعين طيب الرمز ده اللي هو رمز حرف تي المقلوب ده رمز إيه ده رمز التعامد يعني المستقيمين متعامدين يعني متعامدين تاني متعامدين يعني بيصنعوا زاوية قائمة أربع زاوية قائمة تعالوا نشوف أول سؤال كل اللي علي أن أنا أحضر الألم ألم مختلف وهبدأ آر أول سؤال بيقولي المستقيم سين صاد هحدد المستقيم سين صاد بالألم بتاعي فين المستقيم سين صاد أهو المستقيم سين صاد نقط المستقيم صادعين فين المستقيم صادعين المستقيم صادعين ملاحظ ايه هنا لو مديت الخط المستقيم ده لبره شوية ملاحظ ايه هنا ان المستقيم سين صاد عمل تعامد او متعامد مع المستقيم عين صاد يبقى المستقيم سين صاد عمودي على المستقيم عمودي على المستقيم صاد عين رقم با المستقيم لام ميم هحضر ألمي فين المستقيم لام ميم مستقيم لام ميم نقط سين صاد يا ترى هيوازي ولا عمودي فين المستقيم سين صاد المستقيم سين صاد أهو تعالوا نشوف كده مع بعض قادي المستقيم لام ميم والمستقيم سين صاد هتلاحظوا أن المستقيمين مقابلين لبعض يعني مهما امتدوا ما فيش أي بينهم نقطة اتصال يبقى المستقيم لام ميم يوازي المستقيم سين صوت يوازي المستقيم سين صوت رقم جيم لام سين المستقيم لام سين نقط المستقيم ميم صوت تعالوا مع بعض نشوف المستقيمين همسح الأول اللي أنا عملته على المستقيمات اللي فاتت وهبدأ أشوف المستقيم لام سين فين المستقيم لام سين المستقيم لام سين أهو نقط المستقيم ميم صاد فين المستقيم ميم صاد يلا اللهم لاحظ معي ايه المستقيمين مقابلين يعني مهما امتدوا لو مدت المستقيم ده كده او المستقيم ده كده عمرهم ما يتقابلوا في أي نقطة طيب معنى كده ان المستقيمين ايه متوازين يبقى المستقيم لامسين يوازي علامة التوازي يوازي المستقيم ميم صاد تعال نرجعي على اليوم تاني من الأول المستقيم سين صاد اللي هو كان هنا نلاحظ إيه إن المستقيم ده عمودي على المستقيم اللي تحت يبقى المستقيم سين صاد عمودي على المستقيم صاد عين أو عين صاد طيب رقم بقى لميم يوازي سين صاد في لميم لميم يوازي سين صاد الاتنين مقابلين لبعض يعني ما امتدوا ما فيش اي بينهم نقطة تقاطع رقم جيم المستقيم لامسين اللي احنا لسه معلمين عليه لامسين بيعمل ايه يوازي ميم صاد نفس الكلام يوازي يعني ما فيش بينهم اي نقطة اتصاد تعالوا نرجع مع بعض على الثلاث علاقات اللي احنا اخدناهم العلاقات بين المستقيمات تعالوا نرجع مع بعض اول شكل عندي المستقيمين المستقيمين المتقاطعين يعني ايه المستقيمين المتقاطعين تعالوا نرجع مع بعض عشان السؤال ده بيجي في اكمل كتير المستقيمين المتقاطعين يتقاطعوا في نقطة واحدة النقطة الواحدة اهي النقطة الواحدة وبيصنعوا اربع زوايا محددش الاربع زوايا دي زوايا ايه وما بيصنعوا اربع زوايا الزاوية دي والزاوية دي ودي ودي يبقى المستقيمين المتقاطعين يتقطعوا في نقطة واحدة ويصنعوا أربع زاوية طيب الشكل الثاني المستقيمين هادي مستقيم واحد طيب المستقيم الثاني يبقى المستقيم ده عمودي على المستقيم ده يعني إيه عمودي؟ يعني أنتج عنه أربع زاوية قائمة وأن قياس كل زاوية قائمة تسعين درجة عندي أربع زاوية قائمة زاوية هنا تسعين والزاوية اللي هنا تسعين درجة الزاوية اللي هنا نفس الكلام تسعين درجة وهنا تسعين درجة طيب نقطة الاتصال في نقطة واحدة يبقى الخطان أو الخطان المستقيمين بيتقاطعوا الخطان المستقيمين المتعامدين يتقاطعوا في نقطة واحدة يبقى الفرق وده بيجيلي جدا في الامتحان كتير الفرق بين خطان أو الخطان المستقيمين المتعامدين والخطان المستقيمين المتقاطعين هنا المتقاطعين وهنا ده المتعامدين يبقى الخطان المتقاطعين ينتج عنهم أربع زواية هما متقاطعين وينتج عنهم أربع زواية في نقطة واحدة طيب الخطان المتعامدين نفس الكلام الخطان المتقاطعين متقاطعين يبقى الخطان المتقاطعين متقاطعين وليس متعامدين أما المتعامدين متقاطعين ومتعامدين تاني الخطان المتقاطعين خطين متقاطعين وليسوا متعامدين يعني ليس متعامدين ما بينتجش عنهم زواية قائمة أما الخطان المتقاطعين فيهم الصفتين أول صفة إنهم متقاطعين متقاطعين في نقطة واحدة والصفة التانية انهم متعامدان يعني ايه متعامدان يعني بيصنعولي اربع زاوية قائمة طيب الخطان المستقيمين اللي ما لهمش علاقة بيهم او المختلفين عنهم خالص اللي هم الخطان المستقيمين المتوازيين الخطان المتوازيين لا ينتج عنهم اي تقاطع او لا ينتج عنهم اي نقطة تقاطع مهما امتدوا يعني انا لو امتديت الخط ده من هنا او الخط ده هنا مش هينتج عنهم اي تقاطع نفس الكلام لو امتد من ناحية الاخرى لا ينتج عنهم اي تقاطع يبقى ثلاث علاقات من الاول المتقاطعين المتعامدان والخطان المتوازيين تعالوا نشوف مع بعض نرجع اللي احنا اخذنا النهاردة يبقى ده سنو النهاردة كان بيتكلم عن العلاقة بين خطين المستقيمين وبعض الانشاءات الهندسية اخذنا العلاقة بين المستقيمين اول علاقة بين المستقيمين المستقيمين المتقاطعين وان المستقيمين المتقاطعين متقاطعين وليس متعامدين اما المستقيمين المتعامدين متعامدين ومتقاطعين فيهم الصفاتين متقاطعان في نقطة واحدة ومتعمدين متعمدين يعني بيصنعوا أربع زوايا قائمة قياس كل زوايا تسعين درجة أما المستقيمين المختلفين اللي هم المتوازيين إن ما فيش بينهم أي نقطة اتصال مهما امتدوا الخطين المستقيمين وبكده نكون خلصنا الجزء ده أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم على خير شكرا